العديد من الأشخاص ممكن يحسوا بشعور عدم الإنتاجية أو قلة الإنتاجية وكثير من الأشخاص ممكن عن طريق وجودهم ببيئة عمل معينة أو حتى بمرحلة الدراسة ممكن يحسوا بأنهم غير قادمين على أداء البعض من المهام وهذا الشعور ممكن يخلف الكثير من الآثار النفسية على الإنسان البعض ممكن يحس بأكتئاب متزايد مثلاً لأنه ما عم يحس حاله وعم يعطي شيء بالحياة ما عم يغير شيء معين والبعض ممكن يضله هيك مكتئب لفترة معينة ولكن بينطل إلى الحياة نعم سوف نحن نكتئب dinosaurs ونحن نكتئب بمشاهديناً في الأسباب لهذا الشعور وتحديداً عند الشباب بعض الشباب يبغي لك رغمك ت أكثر شواله雨 الإنسان غالباً ما بتكون ببيئة العمل وأحياناً بتكون مرتبطة بيئة الدراسة ولكن كمفهوم هذا الشعور اللي احنا منحسه بقلة الإنتاجية مع أنه احنا مننتج بالحياة خليه ما تفصل شو معناته يعني بعلم النفس بيعلم الاجتماع شو مقصود فيه ومبدأ أربع عوامل بتخلي الشخص أنه يشعر بعدم الإنجاز بداية أول شي هي عدم الرضا اثنين المثالية ثلاثة مقارنته بالآخرين ورابع واحدة هي المزاجية فهذا اجتمع هذو الأربع عوامل فبيعملوا كارثة فهذو العوامل لما الإنسان عم تجتمع فيه وعم يشتغل عليهم وعم ينميهم فدائماً بحس حاله أنه ما عنده إنجازات ما عنده شي ساوي بحس حاله بحالة من الفشال بحس حاله أنه هو ما له شخص منتج ماله مفيد بالمجتمع الرضا عن النفس الرضا عن الزات كثير مشكلة كثير من الأشخاص إذا ما حسيت حاله عم تعمل شغلة واو كثير كبيرة فهي دائماً تحس حاله أنه أنا ما عم بعمل شي دائماً تجلط ذاته الشعور بالمشاعر السلبية كثير بتعطي الشخص أنه هو ماله ومنيح ما عم يعمل شي ثاني شغلة اللي حكينا عليها شو هي؟ هي موضوع العدم الإنتاج وبالمقابل أنا كنت بدي روح قبل ما نروح للتفاصيل بهذا الموضوع اليوم عدم حالة عدم الإنتاج أنا هذا الشعور شو هو التوصيف لهذا الشعور شو هذا الشعور بالإنسان قد ما عمل إنجازة بحياته بيشوفه إنه هي ولا شي بيشوفه إنه هي مثل نقطة ببحر ما عنده أي شي يعملوا بحياته وخاصة إذا كام الأشخاص لأشخاص المثاليين ليش الأشخاص المثاليين دائماً إذا ما عملوا شغلة بشكل ممتاز يحسوا حالاً إنه ما عملوا أو ما بدون يعملوا يعني أوقات كثير الإنسان إذا ما عنده حس إنه هي الشغلة أنا ممكن سهوية بشكل كثير ممتاز فما بيقوم ولا بيعملها تمام مفوم الحياة السريعة اليوم تمام ممكن يؤثر بهذا الموضوع أغلبنا من في الصباح تبقى آه نحن وصلنا لها المرحلة نحن وصلنا لآخر أسبوع نحن بدي بدأ من الأمثلة البسيطة انطلاقاً للحياة بشكل عام نحن نعيش بحصر سريع جداً تمام ممكن هذا الموضوع ليأثر بهذا لا، دعني نحكي إنه السوشال ميديا هي كثير متأثر وهي دائماً الشخص في حالة من المقارنة إنه هو ما عم يعمل شيء شوف غيرك أشو عم ساوي عم يروح عم يسافر عم يعمل إنجازات عم يتخرج ما بلعي غير الشخص يحطين لك فيديوهات هنا الفيديوهات كلهن خمس دقايق أو كم ثانية لكن يجعلنا العالم بأننا نحن نفعلنا وفي نهاية لن يضلوا الوقت في حياتنا يضلوا شيء لأنه نحن نفعله لأنهم يختارونة إصلا على التواصل الاتصال هذا من المقارب وهي دائماً كل شيء في التواصل الاتصال هي عبارة عن سكريبت سيناريوم يكون مكتوب فهن يقدموه بحظافيره حسب ما هو مخطط أما حتى اللي يحسس العالم أنه نحن عم نعيش كون حياتنا هاي حياتنا لا 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 هاي مو حياتهم هذه هي حياتهم عشر دقائق ربع ساعة وقط فهي المقارنة بالآخرين دائما تشعرنا أننا لا نفعل شيء أدما أنجزنا شوفوا غيركم شوفوا الناس شوفوا شوفوا شخص طريعة تلفزيون عمل هذا الإنجاز العظيم عم يضحك العالم عنده ملايين الفولوورز عنده شوفوا كملاي كمان هي قصة اللايكات تشعرنا بالحبار يعني تنزل مثلا بوست أو تنزل فيديو طول الوقت تشعر حالك كم عدد المشاهدات مين علق لي ليش ما علقوا لي فلما بتشعر أنه وصل لعدد كبير تشعر حالك أنه أنا عملت شيء بالضل كمان تشعر كمان لسه بدك كمان طيب استاذ ريف أحيانا بنفس من الوقت تأمن بيقولولنا أنه أنت حتى لو عملت شيء معين بالحياة ما تحسي أنه هو دائما الشيء الصح يعني بخليني أقرب المفهوم أكتر بعض الأشخاص بيقولوا أنه أنا إذا حسيت بأنني أنا ما عم أعمل شيء لا كتير ممتاز أني يحس بهذا الشعور فأنا لازم إجهد حالي أكتر لحتى إدرس أكتر لحتى إجتهد بمكان عملي أكتر لحتى أقدم أكتر بالحياة فهذا الشعور بحد ذاته أحيانا ممكن يكون إيجابي قداش بتشوفي هذا الموضوع صح ولا لا لما الإنسان بيخطط وبيعرف شو هدف الحقيقي بالحياة وشو هي رسالته وبيحط مجموعة أهداف وبيحط خطة صحيحة واستراتيجية يمشي عليها هم بقى بشوفوا بقيم حاله بيعرف حاله هو لأي نقطة وصلان وبيبلش الإنجاز هو شيء تراكمي مو بين يوم وليلة هلأ أوقات الناس بتحس أنه هي بده الشغلات السريعة النتائج يعني على المدى الأصير أنه دغري أحصل عليه فهذا الشيء يشعر أنه أنا إذا ما حصلت على هاي النتيجة بسرعة فمعناتها أنا ما عملت أي إنجاز لكن الإنجاز دائما بنقسمه هلأ أوقات الإنسان بحس حاله بنهاية اليوم أنه هو ما عمل شيء لكن إذا تطلع بنهاية الشهر أو بنهاية السنة وحط إنه شو الشغلات اللي أنا عملتها عملت أنا كتير من الإنجازات لذلك مهم جدا أنه نحنا نخلي الإنجازات تبعنا بشكل تراكمي نحط الله دائما مخطط نشتغل عليها يكون فيه استمرارية مو أنه الحالة المزاجية أنه خلص أنا ما زبط معي هلأ فيه أشخاص فيه التحفيز السلبي كما حكيتي أنه ممكن بقدر معين يعطي أنه تحفيز يعطي أنه يشتغل الواحد أما أشخاص كثير بصير عنده حالة أحباط منه لأنه كترة المشاعر السلبية بتخلي الإنسان يعيش بحالة من المزاجية العالية عدم رغبته بأي شيء ويبدأ بقى بينزل أشخاص ويعود بيعمل أي شيء صحيح عم نحكي بهذا الجانب بموضوع التحفيز وإلى ما هونالك اليوم أنا لا قادر روح لأوبا عيد عن الجانب المادي دائما لازم حسبي إنجازي أو حسبي الحالية اللي إنجازت فيها مرتبطة بالمال فقط بعض الأشخاص بي لك أنا وصلت لآخر الشهر ما طلعت مصاري ما بهمني شو عملت تغير هيك أنا ما طلعت مصاري وهذا الشي صح أو لا أنا أربط كل حياتي أو كل إنجازاتي بني أنا وصلت لآخر الشهر عمل مصاري أو لا المال هو جزء من الحياة وهو يعني ضروري لحياتنا أكيد لأنه هو اللي بيخلينا أنه يعني احتياجاتنا نأمنها من خلال هذا المبلغ اللي بيعم يجينا شهريا أو أي شيء من المصاري أو من العمل اللي نحن نساوي لكن إنسان دائما دائما عم يصب كل تركيزه على المال فشو اللي بصير بصير إنه هو كل حياته بس عم يشتغل وعم يقدر قيمة الأشياء وقيمة الإنجازات تبعه بقدر المال اللي هو عم يساوي كتير من الأحيان إنسان لازم يساوي شيء هو بيحبه يفتخر فيه ينبسط فيه تمام وطبعا الجانب المادي هو جزء لذلك نحن الجانب المادي دائما نحطه هو جانب من جوانب الحياة اللي لازم نخططها دائما نسمع للأسف بالمجتمع اليوم أستاذي إنه أوكي إتعامل عامل عامل معك مصاري أو لا هاي الكلمة كتير عم سمع مؤخرا للأسف عم نربط كل حياتنا وكل إنجازاتنا وكل طعب الشخص بإنه عمل مصاري أو لا لذلك الإنسان يفكر بطريقة استراتيجية إنه شو الشغلات اللي هي بتخليه يعمل مصاري ويكون مبسوط ويعمل إنجاز يكون هو مفتخر فيه بحياته هلأ أوقات شوية حتديت لأسف بعض الشباب عم نشوف أحباط كتير عندهم أصدقاء و جملاء أنا أحباط لأنه كتير عم بشتغيل بس بالتالي بآخر كلمة ما تسمع أو آخر الشيء ما تسمع كلمة غير عم نت مصاري أو لا تمامك تعقيم لبشار أحياناً منشوف بعض الأشخاص بيشتغلوا مهنة معينة مثلاً نمدد ست ساعات بيطلعوا مصاري جداً عالية بنفس الوقت أشخاص بيشتغلوا ساعات جداً طويلة ونبيحسوا بنفس الانتاج إذا كنا نعمل نقيس حموضوع المصاري فهذا الشيء لحاله بيعطيه أكتئاب وإنشان أنت ما عم تعمل شي بالحياة معناته صحيح هو كرمال هيك لازم دائماً منقول اعمل بذكاء وليس بالجهد أوقات كثير الأشخاص مثلاً تشتغل 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 وما عم تحقق ومن نتيجة أبداً ولا عم تحصل عنها نتيجة لأنه هي عم تشتغل بنفس استراتيجية قديمة أو هي ما بتعطي هذا المفعول وما بتجيب هذا المصاري لما الانسان يفكر يغير الطريقة هلأ ليش مثلاً فيه استشاريين الاستشاري بيساعده أنه يشوف هو شو عنده مهارات شو عنده نقاط قوة شو عنده نقاط ضعغ ويضبط له يقول له يعطيه المسار يلي هو لازم يشتغل عليه كرمال يكون منجز بحياته كرمال يترك مصمة وكرمال يحقق مبلغ مالي يعيش منه كتير فلنجع لقصة كمان ليش الإنسان يعيش حالة عدم الإنجاز هي المزاجية قديش نحنا بيكون عنا شغلات وهي مهمة ونحنا ما بدنا نساوية ليش ما بدنا نساوية لأنه محس وبعدين وبلاها ومملة ودايق خلقي وقصة دايق خلقي دايق خلقي هاي كلمة الله كيف نعيشها واو واو الحمد للكل يعني كلمة بيكون لسا هلأ راحوا مشوار ورجاء دايق خلقي مالي ما بشي أعمله بالحياة ويبدأ دائما بيحط الظروف الظروف لكن الانسان لما بيشتغل ضمن حالة مزاجية يعني حسب حالته مزاجية فما بيحصل على نتائج بينما لازم الانسان يفعل يقوم بالسلوب فبيلاقي الحالة المزاجية مش شفية انه عندي امتحانات فأنا مكتئب فلليش هكتئب لأنه عندي امتحانات مزبوط دايما موجودة تفوت بنفس الدوارة معانولة ودرستي خلص لحت تتخلصي بين هذا الشعور لحد ذات وهذا الشيء اللي بيصير مع الطلاب انه هن بيضلوا بيضغطوا حاله لحتى يوصلوا لنهاية وبقيان فلذلك دائما فكرة كتير مهمة انه ما نربطوا الفعل بالمشاعر تبعنا لما انت بتقوم بالفعل المشاعر تبعك لح تتغير لا تحط لأنه انا ما عندي مزاج موجا على بالي ما عندي رغبة انه انا ما بدي قوم لا ادرس لا اشتغل لا اعمل ولا شيء فكتير مهم نحنا نقوي هاي الارادة تبعنا الارادة تبعنا اللي هي انه انا ابتعد عن شيء اسمه هاي فكرة الخمس ثواني هاي فكرة الخمس ثواني بتساعد الانسان انه هو يتخلص من الحالة المزاجية ويقوم بالفعل الصاروخ لما بده ينطلق كيف بيعددو له بيعددو له خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد وبينطلق حتى الاستاذ المخرج اعطانا لكيوعا فالانسان بيحضر حاله وبيقوم وبيشتغل بينطلق هذا الشيء يعطيه حافظ انه هو يقوم بالعمل قبل ما مخه يقول له عد لإلك بلاها قديش من كون بدنا نفق الصبح وربطين المنبه فبيرن بعدها يقول يلا دقيقة يلا حطوا سنوز هاد حديث الجميع الصباحي فنزالك بدي ياخد قرار انه انا بدي فيه مثلا الساعة 8 كيف بدي يدرب حالي بدي استخدم قاعدة الخمس ثواني بدي يعد بالعد العكسي لحتى وخلص بس قول واحد وقو يعني بدي يقوم وانطلق أبدا ما بخلي مخي يظل يعطيني مبررات احنا بنستعمل القاعدة بس بالتهديد يلا اذا ما امت اشتغلت ودرست نحوط للخمسة ها لا موضوع تاني ها انا ما بنلعبها بالعكس هي العد العكسي بيعطيه متل شي غريب شوي للمخ يعني متل عم نضحك على مخنا انه حاشتك تكاصل قم تشتغل لانه يا بتشتغل وبتعمل هذا الفعل يا اما حتندم عليه قد اش في حياتنا نحنا بنندم على شغلات ما عمناها اكتر من الشغلات اللي نحنا عمناها وما ضبطت معنا دائما أقول يا ريتني لو عملت، لو درست، لو عملت، لو عملت هذه القصة قبل غيري مثلاً تحققت نتائج، لو ساويت هيك دائماً نحن ننضم كله بسبب الحالة المزاجية تماماً تماماً أستاذي اليوم بما يتعلق بشباب تحديداً وكرمان ما كنتم كتير مثاليين اليوم بعض الشباب أو الصبايا عم يشتغل شغلة واثنين وثلاثة بمجال اختصاصه بالإضافة لأشياء تانية وبالتالي يمكن أن يكون شعور عدم الإنتاج هو نتيجة هذا التشتت الذي يحدث في الموضوع العمل وهو نتيجة أنه قاتل على أكثر من جبهة كما يقولون ممكن أن يكون هذا السبب الآن واحد منه أنه هو حتى في طلاب إثناء الدراسة لأنهم يدرسون أكثر من فرع طب أخي لماذا؟ لماذا تدرس أكثر من فرع؟ خلاص ركز على فرع أنت تنجز فيه نحن ليس الفرحة أنه معنا شهادات نحن بدنا علم بدنا خبرة لما تركز على موضوع معين وبتمشي فيه باستراتيجية صحيحة هذا الشيء اللي بيخليك أنه أنت تكفي وتعمل إنجازات بحياتك هلأ كمان قصة العمل أوقات كتير أشخاص مثل ما حكيت أنه مشطت حاله وبيعدات وظائف لذلك بده يدور على شغل ضمن هو الإختصاص طبعه طيب هذا الإختصاص طبعي ما في منه؟ معناته بدور على شيء أنا ببدع فيه أنا بحسن أعمل إنجاز فيه أنا بمبسط فيه طب ما يجب لي مصاري نحاول نعمل نقل لكن ما هو شغلتنا نحن الاستشاريين ما بيجي الشخص تعالي قال لك أنت شو عندك مهارات طبعا نعمل له تحليل شخصية نشوف هو شو عنده شوف شغلات كاملة نجواته هو ما بيعرف عن حاله فمبلش منطلع له إيها تعالي قال لك أنت عندك واحد واثنين ثلاثة فأواق بتفاجأ بالحاله ونقول أنجد أنا عندي هايك إيه أنت عندك هايك وما لك ما اكتشف حالك سالك 25 سنة فالذلك اكتشف حالك عرف شو النقاط اللي لازم تشتغل عليها شو الشغلات اللي لازم تطور فيها وقو وامشي وامشي بمسار صح ضمن استراتيجية صحيحة لا تظل عايش بحالة تشطط ما تعيش بحالة تشطط تقع حالك ماسك مثل واحد ماسك مليون بطيخة بيئد واحدة أخشين شو بصير كلهم بيهروا فلا نمسك واحدة واحدة أو نمسك تنتين لكن ضمن قدراتنا يظلوا قدر كنترول صحيح كمان في نقطة كتير مهمة وقات كتير للأشخاص يعني ما بتعطي تقدير صحيح للقدرات تبعا إما بتنزلها أو بترفعها بشكل كتير كبير فأنا أستاذة بأنه شعور عدم الإنتاجية وقلة الإنتاجية بيكون موجود نتيجة للمزاجية فخلينا هيك بيعني نهاية الحديث ونهاية الفقرية خلينا هيك نعطي نصائح للمشاهدين إذا كنا عم نحس بهذا الشعور هو فعلاً مرتبط بعدم إنتاجية واضح بالحياة كيف ممكن نتخلص لحتى ننطلئ وإذا كان هذا الشعور هو موجود بس نحنا عم نعمل شغلات الحياة منطقياً ولكن ما عم نقيسها بطريقة صحيحة فشو ممكن نتصرف بالحالتين بنصائح حلوية بدايةً لما تجي هاي الحالة المزاجية نحاول تغري نقوم نقوم نشتغل على قاعدة الخمس ثواني إنه ما نضل واقفين ما ننأجل ما نسور نبتعد عن هذون المواضيع كمان التخطيط لما أنا خطيت للأشياء اللي أنا بدي أعملها ضمن مخطط معين ضمن الأولويات تبعي فهذا الشيء كتير بساعدني دائماً أمبصب بالإنجازات لو كان بسيطة بحياتي استمتع فيها نقول أوكي أنا عملت هذا الإنجاز وهذا شغلة كتير حلوة في حياتي ما استهيب الخطوات الصغيرة بالحيات تمام استمتع وانبسط فيها وعطيه أهمية وما الاستمرارية هاي أهم نقطة إنه أنا أعرف إنه الإنجاز هو في شكل تراكمي اشتغل على حالي طور ذاتي أهم شيء أهم شيء تطوير الذات والابتعاد عن أي شيء ممكن يوقف بوجنا تماماً يعني بالختم نتشكرك وأكيدنا نتمنى كل التوفيق لكل شاب وصدية أنا دائماً بقول كلمة طبعاً إحنا بظرف صعب ولكن بالمقابل بحاجة لأنه نكافح ونقاتل لنحصل على أهدافنا على الأقل أو جزء منها كل شكر لإلك أستاذة نحن تسابح جيل الاستشارية الأسرية والنفسية نوردينا لليوم يا أهلا وصحلا فيكم شكريتي لأ حضرتك يا أهلا